اهلا وسهلا بي نعيم الزين ورانيا حيك صباح الخير صباح النور كيف تنا اليوم حمد الله منيح انت كيف انا منيحة حمد الله رانيا مديرة العلاقات العامة والتشفية بايليد نعيم شريك ورئيس العمليات بايليد اليوم هيكي عنا محورين بدنا نحكي فيون رح نحكي عن التدريب والذكاء الاصطناعي صحيح نحكي ايه بالاول عن التدريب وعن اهميته واليوم شو بميز ايليد عن على كل حال انا عزق افكرة بستقلك انه حسي حالي بهيدا الوقت معكم بتدرب حس دائما هيك بقعد انا صاح بجلس بنتبه على الحركات وعلى لغة الجسد لانه بصير قول اكيد نعيم عم بيرا ابني مش انت لحالك مريض انا مثلك محطة بالمكتب هيكي شغلة ايجابية كثير عفكرة شو عم نصير بس انا بحبة ايجابية هيك لقلنا نحنا نصير ناخد شوية معلومات ونعطيهم للناس ونحنا نطبقهم على نفسنا صحيح واليوم كمان صار فرصة دورينج هالفترة اللي قطعت بالكورونا انه العالم تصير عندها ادراء او تحضر ترينج اكتر عن طريق الانترنت او الانلاين وهذا الشي موجود عند ايليد وموجود بقوة وموجود بطريقة زكية بقى تمبلش خلينا نحكي انا وياكي سوا ومعلم مشاهدين عن التدريب بدألك شي اوقات بس نحكي عن التدريب ونقول انه عم بيكون عن بعض في ناس بتتصور بتقول بس شو هي النتيجة اللي بدي اخدها غير ما يكونوا يمكن بيوجه عم يسألوا وعم بيشاركوا رح جايوا بك عالشي يعني انا حكيتها بالحلقة نهار الاربع انه اربعين لستين بالمية من الدراسات فرجت انه نسبت الاستيعاب عم تكون كتير اعلى بالعكس يعني مشان هيك احنا بقى ليتطورنا هذا الشي لانه عم بيكون الشخص عم يختار الوقت اللي هو يجاهز في انه يتعلم يعني مش عم ببعث الشخص على تريننج بهيدا التاريخ روح تعلم غصبا عنك وانت يمكن منك بالميزاج تبع التعلم منك حاضر سو عم بروح هو ومعنويا وقت البدوب ووقت الفراغ تبعه هلأ انا جاهز بتعلم خلينا بس ببليش نحكي مع بعض انا وياكم عم نشوف شي على الشاشة هيك بعض المعلومات عن التدريب اليوم خمسين بالمية من المهارات الموظفين بتفقد ايمتها بتصير اوتوف ديت يعني بتصير مثل انا اكسفاير يعني كل ثلاثة إلى خمس سنين يعني الانسان بحاجة انه هو يتدرب وينمي مهاراته بالحد الأدنى كل ثلاثة سنين انت واكب التطور يلي عم بسير اوكي المهارات المطلوبة قبل خمس سنين اختلف عن مطلوبة اليوم صار التدريب على الانترنت اليوم امر ما في منه مهرب ما في منه يعني لازم نعملو اول شي في كورونا تاني شي حتى التكلفة تبع التدريبات الفيس توفيس اكتر على الشركات وبالتالي صار فيه توجه صوب التدريب عبر الانترنت كمان اليوم الاشخاص او الشركات بالأحرى عم بتفتش على اشخاص عندها مؤهلات عندها مهارات اكتر مريات اليوم اغلب العالم عندها شهادات علمية متساوي متخرجين من ذات الجامعة نفس المؤهلات العلمية بس هنا سبحان الله بتنجح بتعلم تشتغل على حاله وفي ناس اللي عم بميز شخص عن التاني هي هالمهارات يلي بيتملكها وهون اهمية انه يضلوا الواحد عم بيشتغل على حاله عم بيشتغل على مهاراته بشكل دائم يعني اذا انا اخد تدريب كوميونيكيشن او اوب ديت تطور المعلومة القائد الناجح يدرك تماما اهمية التعلم والتطور الدائم بشكل أساسي لشخصه يعني اي واحد هو اذا كان قائد امفلونسر زائد التيم يلي حواليته يقدروا يكونوا منافسين اليوم بالعصر يلي احنا عيشينه اهمية كمان تدريب انه تكون باسليب عصرية ومع مدربين متميزين بايليد خلينا نكون واضحين هون شو بميزنا او ليش عم اقول ايليد لانه اليوم رح اعلم بعد شوية عن افر كتير مهم عملت ايليد اسليب عصرية ايليد عنده اونلاين بلاتفورم او منصة على الانترنت فيها اهم الوسائل حتى تخلي التدريب بيشبه التفاعل يلي بصير بالتدريب التقليد نتسجلنا اصلا انا كل يوم بدل حقنا نعين شوفت هالكورس عملت هيدا الكورس اخدت السورتيفيكيشن بهيدا الكورس هلأ هيدا الشي الحلوى انا بكون عم بحضر ترينيج لغير ترينرز قدموهم بايليد ومنستفيد من بعض وفيه مدربين مؤهلين يعني بتلاقي كل موضوع عنده مدرب خاص فيه هلا لالتيب الاول طبع تخوف الناس من خبرية الانلاين ترينيج فينا نشارك السلايد رقم اثنين صورة رقم اثنين مع بعض تنشوف التريند اليوم قداش الاي ليرنينج عم يصير عليه طلب وعم يصير في نمو قداش عمان مثلا حاليا صار فيه نمو 19.6 بالمية بالاونلاين ترينيج لبنان 16 بالمية تركيا 12 بالمية كويت 12 بالمية قطر 11 بالمية هادي افزات هلا بهالشهرين ثلاثة وبعد متوقعين يصيروا اكتر نتيجة الظروف يلي احنا عايشنا بميلي الانلاين ترينيج اقل تكلته وبميلي تانية عم بعنا هالبريفليج طبع او هال اذا بدك رفعية انه عم نعطي الشخص انه باي وقت قادر يفوت يحضر تدريب ومن محل ما هو كمان من محل ما هو موجود مية بالمية طيب شو بتعمل اي ليد غير انها عند اونلاين ترينيج هذا شي حبب كمانا لا وبالانلاين ترينيج هو السؤال كمانا شو هن الكلاسز يلي بيقدروا يشاركون بالانلاين ترينيج شو الخدمات يلي بتقدمها اي ليد اي كزاكلي في عنا ثلاثة احنا اشياء بنعملها نفوت على سلايد نمبر ثري ثلاثة اشياء بتعملها اي ليد اي ليد عندها اونلاين بلاتفورم اللي هو المس.ايليدجروب.مي هال اونلاين بلاتفورم او المنصة بقلبها مجموعة مهارات هلأ حاليا في فوق الاربعين كورس تقريبا بيتنوعوا بين مهارات شخصية مهارات ادارية اكزاكلي انوفيشن ابتكار كيف تكون كوتش مي بالمية كيف تكون مستشار الى اخره نحنا كمان منصمم برامج تدريبية مخصصة لزبائنا يوم تيجي الشركة لعنا نعملها برنامج تدريبي كامل المنهج شو اللي بفيد المستثمرين عندها او عملاء او الموظفين.مية بالمية حتى منسجل لفيديوهات خاصة فيها تدريبات خاصة فيها والبارت الثالث نحنا مثل ما عنا منصة لاننا نحنا بنعمل منصات لشركات تدريب تانية تصير تدرب اونلاين لشركات عندها انترنالي او لجامعات ومدارس نحنا اليوم شايفين كمان الوضع طبع التعلم عن بعد للجامعات والمدارس.وعد عيدة.وعد عيدة نعم نبعدها الولادة على المدرسة عم بمزح.بس نحن نبعد الله راضي.بس نحن نحن مصبوط بعض الوضع.مريات كمان بدأت دوع شغلة انه بالوضع هلأ كثير ناس خسرت شغلة.صح.ف البلاتفون بقايلي تسمح له الاشخاص تقدر بهالوقت الفراغ ترجع.شي هي بتحس حالة بتحبه وتتعلمه من اول وجديد ترجع تفتح بيزنس لقلها.سمول بيزنس تقدر تقلع بهالوضع الاقتصاد اللي نحن فيه.هون كان اختيار المواضيع اللي علاقة باليوم.شو هنن اكتر المواضيع عليها طلب ودماند بالسوق.شو هيك الناس عم بتحب اكتر يعني شو هن يفعلها اكتر انا ماي فايفر طبعا عين.الذكاء العاطفي.واحدة من المواضيع اللي كتير عم بتكون دماندد الابتكار.في عنا كورس اسمه ابتكر او اندثر يعني اليوم اذا كنت تغير مبتكر ما اليك مطرح بالوجود.عنا المهارات لكيف تبرز كشخص صاحب حلول بمكان العمل.ا ادارة المشاريع بالازمات.كرايسس مانجمنت والريسك مانجمنت.ا ادارة المخاطر وما الى هونالك.خلينا نبدأ مع بعض بالاوفر يلي اليوم عم نعلن عنه من عندك.عبر الجديد.نج جديد.سو نطبع بفيديوز فيها اعلان صغير ومنكسوا عنه.وكي جريد. موسيقى 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 مهارة القيادة الذاتية.حلو مثلا هيدا مجموعة مع بعض كلها يتساوا ببندل واحدة بس ب 30 دولار.هيدا كتير مهمة للكلو خاصة هلأ أصحاب الشركات بتحس بحاجة لهذا الشيء لأنه كلها مكقبين بمحال معين.عن نستعمل عدة تورز بهالبندل كرميل يحس حاله موصفين ومرتحين إيجابيين كمان.يجابيين وعاكل حال بيصير التعاطى مع الآخر بيفرق كتير لما هو بيقدر يخضى على التدريب بيقدر على القليل يتحكم بعواطفه يتحكم بنفسه بيقدر يعرف يتعاطى مع الآخر. أنا ما ننسى إذا الشركات أنه اليوم في الأفراد صارت متاح لإلها تعمل هالشي بس لما كمان الشركة بهذه الظروف بتكون حد الموظف وعم بتأهله وتدعمه وتطوره بتكلفة مثل هاي بسيطة بتعطيه كمان هاي بوش يعني دعم تحفيز لحتى يشتغل أكتر. آخر بندل رح بحكي عنه قبل ما ننتقل على غير موضوع اليوم هي الميجا بندل سلايد نمبر سيكس. هذه الباقة الشاملة بقلبه أكتر من 18 كورس وهون فيه تنوع كتير حلو بهذه الميجا بندل. عم نحكي Logistics Supply Chain Management Course عم نحكي كتابة مقترحات المشاريع Proposer Writing كيف تكون ناجح ومتميز بالحياة المهنية إذا كنت كشخص عندك your own business أو إذا موظف بشركة كيف تصبح مستشارا اليوم إذا أنت بلا شغل أو نتيجة الظروف اللي صارت. كيف تكون اليوم كونسلطنت فريلانس كونسلطنت تشتغل بشكل استشاري بلا ما تكون موظف بالشركات. تخليل الفضوة لهذه التدريبات. مية بالمية. أشراك كمان الفريق عن بعد إدارة المشاريع بالأزمات اللي هو شيء مطلوب. نروح على آخر سلايد حتى ما طول عليكم رقم سبعة بالميجا بندل في مثلا building your online business training بيخليك تعمل بزنس أونلاين بلا ولا تكلفة حتى تأسس الشركة على أرض الواقع. ماركتينج والسوشيال ميديا أجين عنا هون تسويق بالسوشيال ميديا. سيلف ليدرشيب القيادة. هون كمان عم نحكي شركات وأفراد صاح؟ أكيد أكيد. هذه البرامج بتناسب جهتين. والجهتين والعملاء اللي عنا هنه شركات وأفراد. هاو دي كلهم اليوم عم نحكي هالبندل مثلا الميجا بندل من 493 دولار صارت ب70 دولار فقط. طبعا هالعرض لفترة محدودة. مدى محدودة. وكل كورس الشخص عم يحضره بيقدر ياخد بالأخير فيه سيرتيفكت. بيقدر فيه ياخد فيه شهادة ليروح بس يكون يضيفه على السباة تبعه بس يروح يقدم على الشغل. أنا خضعت لهذه التدريبات. أنا جاهز بهذه المواضيع. طبعا. والحلو بكل البروغرامز اللي عمدنا أونلاين إنه كثير عملية. وكثير بتعطيكي تولز أو أدوات. تمارين. مراجع ترجعي لها بعدين. يو انجويت. ريلي يو انجويت. يعني فيه اكزرسايز بتحس حالك مش عم تتعامل مع فيديو ستاتك يعني ما عم تكون في تفاعل. تحس أنت بتتفاعل مع كل كورس هن معمول بهالبن. يعني معمول بطريقة جديدة ومعمول بطريقة أن تشد الناس اللي عم بتتابع والناس اللي عم تحضر وما تزهق. هذه أهم. ومعمول بطريقة كمان تخاطب العالم العربي وهذا شيء كتير مهم ماريات. في كتير برامج تدربية معمولة بالعالم ما بتخاطب مجتمعنا ما بتخاطب واجعنا ما بتخاطب مشاكلنا. حتى بس نحكي تواصل كيف يتواصل العربي يختلف عن الأجنبي. بقى شوي الحلو كمان في عندك خبرات عالمية من المدربين اللي موجودين مع تجارب وتفاعل مع السقافة طبع المجتمع العربي. نقول لك تجربتين العلم مع التطبيق على مجتمعنا وعلى سقافتنا وعلى نحن نشبه حاجة. يعني ما عم بكون بس مجرد نظريات ما عم نستفيد منا. بالعكس هي هيدا بتشبهنا وعم بتساعدنا لنتقدم لقدام. صحيح. هذا فيما يخص التدريب. صحيح. يلي عم نستخد انتي منصات زكية. صحيح.